بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان قبس من العقيدة الإسلامية الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حافظه الله الدرس الخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المستمعون نستمر في الحديث معكم في موضوع أشراط الساعة ونتناول في هذه الحلقة الحديث عن المسيح الدجال نعود بالله من فتنته فقد أنذرت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوامها وحذرت منه أممها وبيّنت أوصافه وحذّر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبيّن أوصافه ونعته لأمته نعوتا لا تخفى على ذي بصيرة وفي الترمذي أنه يخرج في خراسان وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه مرفوعا يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة وسمي بالمسيح لأن عينه اليمنى ممسوحة وقيل لأنه يمسح الأرض أن يقطعها وسمي بالدجال من الدجل وهو الخلط يقال دجل إذا خلط وموه ودجال على وزن فعال من أبنية المبالغة أي يكثر منه الكذب والتلبيس وهو يخرج في زمان المهدي قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ثم يؤذن له أي الدجال في الخروج في آخر الزمان بعد فتح المسلمين مدينة الروم المسمات بكستنطينية فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة بها يقال لها اليهودية وينصره من أهلها سبعون ألف يهودي عليهم الأسلحة والتيجان وهي الطيالسة الخضر وكذلك ينصره سبعون ألفا من التتار وخلق من أهل خراسان فيظهر أولا في صورة في صورة ملك من الملوك الجبابرة ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية فيتبعه على ذلك الجهلة من بني آدم والطغام من الرعاع والعوام ويخالفه ويرد عليه من هداه الله من الصالحين وحزب الله المتقين فيأخذ البلاد بلدا بلدا وحصنا حصنا وإقليما إقليما وكورة كورة ولا يبقى بلد من البلدان إلا وطئه بخيله ورجله غير مكة والمدينة ومدة مقامه في الأرض أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيام الناس هذه ومعدل ذلك ومعدل ذلك سنة وشهران ونصف قد خلق الله على يديه خوارق كثيرة يضل بها من يشاء من خلقه ويثبت معها المؤمنون فيزدادون إيمانا مع إيمانهم وهدى إلى هداهم ويكون نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مسيح الهدى في أيام مسيح الضلالة على المنارة الشرقية بدمشق فيجتمع عليه المؤمنون ويلتف معه عباد الله المتقون فيسير بهم المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قاصدا نحو الدجال وقد توجه نحو بيت المقدس فينهزم منه الدجال فيلحقه عند باب مدينة لد فيقتله بحربته وهو داخل إليها ويقول له إن لي فيك ضربة لن تفوتني وإذا واجهه الدجال ينداعكما ينحل الملح في الماء فيتداركه فيقتله بالحربة الحربية بباب لد فتكون وفاته هناك لعنه الله كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح من غير وجه انتهى كلام ابن كثير رحمه الله في تلخيص قصة الدجال حسب ما ورد في النصوص الصحيحة وهو تلخيص جيد ومفيد والذي تدل عليه النصوص من أمر الدجال أيضا وفتنته أن من استجاب له يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم مواشيهم سمانا ذات لبن ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجدب والقحط والقلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات وأنه تتبعه كنوز الأرض كيعاسي بالنحل وأنه يقتل شابا ثم يحييه كل ذلك امتحان يمتحن الله به عباده في آخر الزمان فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وهو مع هذا هين على الله ناقص ظاهر النقص والفجور والظلم وإن كان معه ما معه من الخوف مكتوب بين عينيه كافر وما يجريه على يديه محنة من الله لعباده وهي محنة خطيرة لا ينجو منها إلا أهل الإيمان واليقين ولخطورة محنته وشدة فتنته حذرت منه الأنبياء أممها وأشدهم تحذيرا لأمته محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالاستعادة من فتنة الدجال في آخر كل صلاة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة شر المسيح الدجال رواه الإمام أحمد ومسلم وقد تواترت الأحاديث من وجوه متعددة في إثبات خروج الدجال وبيان فتنته والاستعادة منه وأجمع أهل السنة والجماعة على خروج الدجال في آخر الزمان وذكروا ذلك ضمن مباحث العقيدة فمن أنكر خروجه فقد خالف ما دلت عليه الأحاديث المتواترة وخالف ما عليه أهل السنة والجماعة ولم ينكر خروجه إلا بعض المبتدعة كالخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وبعض الكتاب العصريين والمنتسبين إلى العلم ولم يعتمدوا في إنكاره على حجة يدفعون بها النصوص المتواترة سوى عقولهم وأهوائهم ومثل هؤلاء لا عبرة بهم ولا يعتد بقولهم والواجب على المؤمن الإيمان بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد ما يدل عليه ولا يكون من الذين قال الله تعالى فيهم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله لأن مقتضى الإيمان بالله ورسوله هو التسليم لما جاء عنهما والإيمان به ومن لم يفعل فإنه متبع لهواه بغير هدى من الله ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين نسأل الله العافية والسلامة من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه